بعد ماتشه من الاربع هنشوف ايه اللي حيحصل هنتكلم عن المباراة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لغاية ان شاء الله ما ربنا اكرمنا ونصل ان شاء الله ان احنا عشر مباراة في تلاتة بتلاتين نقطة ناخد التلاتين نقطة والباقي مش بتاعتي ولا بتاعتك مش بتاعتي ولا بتاعتك بتاعت ربنا فان شاء الله ليكرم الولاد الماتش الاربع اللاعبين الماتش الاربع وبعد كده المطش اللي بعده واللي بعده واللي بعده وحنفضل دايما في ظهركه مهما كانت المعوقات ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور اللي بتحصل في الملعب حنفضل في ظهركه وحنفضل وقفين معاك وحنفضل نساند النادي الأهلي ولاعبي وجهازه الفني وجمهوره وحيفضل دايما معاك بس خلي بالك من سيئ النية اللي هم بعد من لا يشجع النادي الأهلي اللي هم دايما دايما بيحاولوا يدسوا السم في العسل علشان يبعدك عن تركيزك ويبعدك عن الدوري العام اللي أنت بتفكر فيه لأنه جمهور النادي الأهلي لن يقبل بخسارة لن يقبل بخسارة الفترة اللي جاء طبعا الخسارة أو المكسب أو الخسارة دي حاجة بتاعت ربنا ولكن جمهور النادي الأهلي موت نفسك في الملعب اتعب اعمل كل حاجة جوه الملعب ونسيب نتيجة دي بتاعت ربنا زي المطش اللي فات أنت المطش اللي فات لما اجتهدنا وتعبنا شوية جبنا جنيه في عشر دقايق في مطش الجونة مطش الزمالك اللي نهائي الكاس الشوت التاني انت ضغط على الزمالك في اي وقت كنت ممكن تجيب جوان نبني على كده بقى خلال الفترة اللي جاية نبني ان الفترة اللي جاية عايزين بس تحكيم عادل الاول وبعد كده من الناحية الفنية ان شاء الله ربنا يكرم ريكاردو سوارش خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ان هو يبقى واقف على رجله ويعرف في اختار الامور اللاعبين بشكل جيد مع ان هو يعني انا النهاردة وانت بتقرأ قائمة النادي الاهلي او الناس اللي هتبقى قريبة من الناحية تبقى موجودة في المباراة اللي جاية ممكن تلاقي 16-17 لعيب فقط 17 لعيب بس مش هتلاقي حد تاني لكن هو ده النادي الاهلي عندنا محمد فخري عندنا زياد طارق عندنا كل اللاعبين اللي محمد أشرف كل اللاعبين اللي موجودين ان شاء الله ان شاء الله شباب او ناشئين يبقوا موجودين مع الفرقة خلال الفترة اللي جاية عندنا اصابات بقى اقعد اتكلم على الاصابات من هنا للسنة الجاية زي ما انت عايز اتكلم قول زي ما انت عايز اتكلم في الاصابات وقول اللي انت عايزه في الاصابات لكن في النهاية يظل دائما النادي الاهلي غني بولاده غني بجمهوره اللي دائما بيقف في ظهره وحيظل دائما في ظهر النادي القهلي لغاية اخر لاحظة بعد ما احنا نموت وبعدنا الجيل اللي بعدنا يموت يظل دائما النادي الاهلي فوق اي حد من ولاده مهما كان اسمه مهما كان تاريخه مهما كان اي حاجة يظل دائما النادي الاهلي فوق اي حد تماما المترجم للقناة